طيب هنا ملخص عن مناطق كندا وعرفنا فيه ان كندا تعتبر second largest country on the earth يعني تاني اكبر بلد على الارض مساحتها 10 مليون سكوير كيلوميتر هناخد الجزء ده قدام يعني حتى ممكن بلاش نعلم عليه خلينا نمسح الجزئية دي هندرسها قدام وبرضو فيه كندا مقصمة لخمس مناطق يعني نرسها في الصفحة القادمة عاصمة كندا هي اوتاوة وفيها تعتبر fourth largest metropolitan area يعني رابع اكبر مدينة في كندا البروفنسز عندنا تين بروفنسز في كندا وثري تريتوريز وكل بروفنس وتريتوري هازتس اون كابيتل سيتي وان انت لازم تعرف ايه الكابيتل سيتي بتاعت البروفنس او التريتوري اللي انت عايش فيها عدد سكان كندا 34 مليون شخص طيب نيجي بقى على الخريطة كندا تقسم الى خمس مناطق قلنا نبدأ من الغرب بريتش كولومبيا دي اللي هي west coast region بعد كده فيه البريريز اللي هي البرتا سيسكاتشوان منيتوبا بعد كده سنترال كندا اللي هي انتاريو وكيبك وفوق في النورث فيه ثلاث اقاليم اللي هي يوكن نورث ويست تريتوريز ونونافوت وفيه في الشرق بقى فيه اللي هي الاتلانتيك بروفنسز اللي هي نيوفنلاند نيوفنلاند نيو برونزويك نوفا سكوتشيا وبرينس ادوارد ايلاند طيب عرفنا الحدود شرق وغرب east يعني على اليمين او الشرق west يعني على اليسار او الغرب نورث فوق او الشمال south يعني الجنوب او تحت فكندا بيحدها او على حدودها من الشرق الايست الاتلانتيك اوشن كل ده الاتلانتيك اوشن من النورث الاركتيك اوشن من الوست الباسافيك اوشن ومن الساوث في يونيتد ستيتس اوف امريكا طيب وعرفنا ان كل مقاطعة المهم جدا ان نفتعرف عاصمة مقاطعتك ايه ان بريتش كولومبيا عاصمتها فيكتوريا اهي العاصمة موجودة ايه يعني بريتش كولومبيا فيكتوريا البرتا ايدمنتون ساسكاتشوان ريجينا منيتوبا وينيبيج انتاريو تورونتو كيبيك كيبيك سيتي نيو برونزوك برونزوك فريدريكتون نوفا سكوتشيا هاليفاكس برينس ادوارد ايلاند شارلت تاون نيو فونلاند ان لابرادور سان جونز سان جونز وحتى في التريتريز فيه كمان عاصمة يعني نونافوت عاصمتها ايكالت نورث ويست تريتريز ييلو نايف يوكن تريتري وايت هورس تمام مهم ان احنا يفضل ان احنا نكون حفظينهم وعارفينهم ولكن على الاقل تكون عارف مقاطعتك ايه تمام بس وده كده نهاية وطبعا عاصمة كندا اوتوا وده عاصمة كندا كلها وده كده نهاية الحلقة ونتمل فيه الحلقات القادمة ان شاء الله